السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم إن شاء الله سنقدم لكم فطيرة لكجي رائعة لف الشكل لف المداق وخفيفة بزاف أخف من القطن كنتمنى تجربوها وباش منطوج عليكم نخليكم مع المقادر وطريقة تحضير ونبدأ على بركة الله ومباشرة دزول طريقة تحضير الحشوة اللي نحتاج فيها في مقلات رانيك نسخن فيها دابا ونضيف لها ربع كأس من زيت نباتية أو زيت زيتون من بعد ما كتتخلين الزيت غادي نضيف غادي نضيف حبة كبيرة من بصل مفروم اللي قطعتها في الآلة اللي كتقطع علينا البصل باش نتأكدوا أنه كيجي يرقيق بزاف وغادي نضيف حبة صغيرة من توم يعني عادي حبة صغيرة وإلا عندكم توم مجفف أو بودرة حتى هو ضيفوه كيجي أحسن أنا حيث ما عندي جدرت غير التومة العادية قدرت يعني حبة صغيرة سوف نخليهم يتقل لو مزيان غادي نضيف جزرة اللي صغيرة صغيرة بزاف غادي نحكها بشكل طولي من الأحسن أنكم تحكوها في الحكاكة الغليظة باش تجيكم طويلة وتجيكم ناجفة إلا حكيتوها في الحكاكة الرقيقة غادي نطلق لكم الماء وحنا ما محتاجين ش نهائيا هذا كلمة ديالها مباشرة غادي نضيف اللحم المفروم آآ ممكن تعودوه بالكفتة ديس درجاج ولكن آآ هاد الحم كيجي أفضل وكيف ما شفتو يعني هاد الحشوة كتكون اقتصادية تقريبا ما قدش لكم الكمية ديال الحم آآ خديش أنا ميتين وخمسين جرام ممكن تديرو أكتر ممكن أقل آآ وغادي نضيف يعني نصف حبة ديال الكوغزات أو للقرعة الخضرة آآ غادي نحكها حتى هي بشكل طولي كيف ما قدت لكم من قبل أنني محتاجش للمدية الخضر وغادي نضيف ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم المعلبة كتعطي ماذا قزوين بزاف في الحشوة أنا الصراحة عمرني مدرتها ولكن فتجربتها جات لديدة بزاف هاد الحشوة بصلصة الطماطم آآ وغادي نضيف آآ الملح وبالنسبة له هاد زيتون قطعتو اخديتو هو ديجا في الهريسة إلا ما فيش الهريسة ممكن تديرو آآ شوية ديالهريسة بالنسبة للناس لي كيبغيو الهريسة آآ أولا اللي كيبغيو الحشوة تكون حارة آآ وضفت المعدنوس أو البقدونيس آآ وهاد الفلفلاء قطعتها مربعة صغيرة صغيرة شويتها من قبل وحيت لي هادك القشرة ديالها اللي كتكون وقطعتها قيطاع في الحقيقة كتجيم شوية أحسن من أننا نديرو الفلفلاء هكذا كخضرة ثافي وغادي نخليوها حتى تتقللينا مزيان وغادي نضيف التوابل اللي درج فيهم آآ معلقة ديال معلقة ديال سكينجبير ومعلقة يعني غير راس معلقة ماشي معلقة كاملة آآ ديال خرقهم البلدي والتحميرة والإبزار سافي غادي نحرك مزيان حتى يعني حتى يطيبو لنا هادتوابل وصافي ونخليو الحشوة ديالنا تبرد وأكيد خسنا نصفيوها من هادك الزيت لحقاش كيف ما قلت لكم ما محتاجينش نهائيا لهذا الزيت بعد ما وجدت لنا الحشوة غادي نخليوها على جنب على ما تبرد وغادي نوجدو دابا آآ العاجين اللي غادي نحتاجو فيه كأس ديال عنبا مملوء آآ بالدقيق الخاص بالحلويات يعني يكون من نوعية جيدة غادي نغرب له طبعا آآ فهد البول آآ سافيو غادي نضيف آآ غادي نضيف روبع كأس ديال ديال زيت نباتية وملعقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز او الخميرة الفوذية اللي عندكم آآ سافيو غادي نضيف ملعقة صغيرة من سكر سانيدة وهاد العاجين راه كيشي خفيف بزاف ارتب يعني وخيبقى عندكم مودة اطول ما شايقصاحش وغادي نضيف آآ جوج ديال معالق صغر ديال الياغورت الطبيعي اولا ملعقة كبيرة آآ إلا ما عندكم ش الياغورت ممكن نضيفوا معالقة كبيرة ديال مايونيز اولا الحليب آآ البودرة بودرة الحليب تاية ممكن نطيفوها يعني وحدة فهات ثلاثة سافيو غادي نضيف كأس ديال العنبال اللي عبرنا به اطقيق هو اللي غادي نضيف يكون مملوء آآ بالماء يكون دافئ سافي غادي نحركو مزيان حتى يولينا الشكل دياله آآ يعني بحلش كريمة حتى يولي لنا عليها الشكل آآ سافيو غادي نغطيوه بلاستيك وشيمين ديال على ما يخمر لنا تقريبا عشر ديال ديال دقيق سافي بعد ما دازلينا عشر ديال دقيق غادي نحصلو على عد العجين اللي كيكون القوام ديالها كتيف وحد شوية على اللول وكيكونو لنا واحد الفقاعات من الفوق ودابا عد غادي نضيف ملعقة صغيرة ديال الملح آآ ما درتهاش في الاول ضفتها دابا آآ وخليوها حتى الدابا عد ضيفوها ما ديروهاش في الاول وغادي نضيف آآ آآ كأس ديال العنباء من سميد ناعم جيتام او آآ او في نوكل واحد وشنو تايكليه سافي غادي نخلطو مزيان سافي بعد ما خلطناها غادي نضيفو دابا دقيق يعني الكمية المتبقية من دقيق آآ تقريبا ضفت كأس مملوء من كأس العنباء ديال دقيق وغادي نجمعو العاجين الى كان خصنا عاد غادي نضيفوه دقيق سافي انا دابا جمعت العاجين وزد تقريبا معلقة كبيرة ديال دقيق باش تجمعت لي العاجين مزيان يعني غادي تحتاجو في المرحلة التانية كأس سافي بعد ما وجدت لي العاجين ما غديش نخليها نهائيا تخمر يعني مباشرة بعد ما تجمعت ليها وما تلكتاش نهائيا راها كتجي خفيفة غادي نقطعوها على يعني تعخصها تعطينا اربع دوائر ضروري ما اننا نقسموها على اربع دوائر يعني باش يلا درناها في المول يعني يسقدنا لو ما يشتلينا ولا يخصنا انا فقط حتاجيت للثلاث دوائر غادي نحاولو نشكلوهم على هاتشكل ومباشرة غادي نبدأ ونخدمو بيها باستعمال باستعمال النشا غادي نديرو النشا او مايزينا مهم هي كتكون احسن بكتير من اننا نستعملو الدقيق نحاولو نطلقوها مزيان بالمدلك حتى نحصلو على دائرة اللي تكون يعني كبيرة واحد شوية غادي نقطعوها من الوسط على الجوج ونحاولو نقدوها الى عوجة لنا من شي بلاسة غادي ندير من الفوق الجوب العفوان الجوب الموتاريلا او الجوب الاحمر اللي عندكم المهم راكي يجيزوين يكون يعني ترور يتفرشو هو الاول انا مادرتوش مع مع راشوتوني مادرتوش مع عفوان مع الحوشوة في الاول يعني ما طيبتوش معها خليشو حتى لها المرحلة بعد ما بردات الحوشوة تماما يعني في الوقت اللي وجدنا فيه العجين راها الحوشوة بردات من طبيع الحال غادي نحطوها على هاتشكل اللي يكون تقريبا متلت وغادي نحاولو نلفوهم حتى الوسط طريقة جيد سهلة وكنضن انها باينة كندوروها مزيان حتى كنجيبوها الوسط كتعطينا تقريبا على الشكل ديال كورني او الشكل ديال بفي وبالنسبة لهذا الجوانب يبقوا لكم خاويين ضيفوا واحد شوية ديال الحوشوة باش يجيكم تكور ديال هزوين في الحطة يعني ضروري ما انكم تعمروها من من جنابوا هديك الحوشوة ما تخافوش رغمتها تخرش نهائيا والعجين وخاكة تشوفوه انني يعني يطلقته مزيان بالمدلك ورققته رغمات اراكية تنفخ يعني متى يبقى شرقيق نهائيا طريقة جيد سهلة نهزوها من جناب شوية ونبورو حتى نوصلوها الوسط وتغطى لنا الحوشوة كاملة سوف انا بعد ما اكملش هاد يعني هاد دائرة غادي نحطها في هاد في هاد الاطار الى عندكم هاد الاطار ويلى عندكم المولي كيتحل حتى هو ديروه دهنو غير ملتحت بالزبدة او الزيت وورشوها بالدقيق وحطوا فوق منها العجين على هاد شكل انا درت غير اللاطة ودرت فيها ورق ديال ديال فورن ودرت من فوق منها هادك الاطار حتى هو كيجي مزيان في الاستعمال ديالو سوف او غادي نكمل الكمية الباقية بالنفس الطريقة وغادي نحطوه ما غاديش نخليها نهائيا نتخمر غا نكمل وغادي نوريكم اشنو غادي ندير لها وغادي نديرها في الوسط لتزيين فقط باش ما تبقاش لنا هادك الفراغ الوسط وغادي ناخدو قطعة من العجين اللي غادي نديرها على هاد شكل على شكل ضافيرة وغادي نحطها اا يعني في الدائرة ديال اللي غادي نحطها في الوسط وفعلا كتعطي ديكور زوين بالساف اا سافي غادي نحطها في الوسط وما غاديش نخليها نهائيا نتخمر مباشرة غادي ندهنها اا بالسافار ديال بيضة غادي نديروا سافار ديال بيضة واحدة اللي ضفتليه ملعقة صغيرة ديال الخل الى ما متوفرش عندكم الخل ممكن تعودوه بالحليب سافيو غادي ندهنوها كاملة وبعد ما دهنتها غادي نزينوها بالزنجلين والبابون وكي بقى تزين على حسب الضوق اا سافيو غادي نحطها يعني مباشرة غادي ندخل الفرن وغادي نخليها تطيب على خطرها يعني نعطيوها الوقت الكافي في الطياب ديالها حتى تطيب لنا ملتحت عادي نشعلو عليها من الفوق باش تحمر لنا فقط وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطيرة ديال اليوم كدير رائعة لا في الشكل لا في المداق وبالنسبة للحشوة كدير ديدة بالساف يعني راكم شفتو اقتصادية وسهلة ضغية كدوجد لنا وحتى يعني اننا خدمنا هالديكور ديكور يعني كيبان بحلا صعيب ولكن راه سهل وديكور دياله كيجي راقي وهنتو ما شوفوا هديك الموزاريلا حتى هي ذوك الخيوطة ديالها بيني يعني حتى هي كتلعب لنا دور كبير والجميل في هذا انها ما تكالش ليكم راها كتبقى ليكم يعني حتى الغد وكتبقى ليكم مرتبة في حل يلا صيبتوها غير سخنوها وكجيزوينا بزاف كنتمنى انها تنال اعجابكم وفعلا راها كتستحق التجربة جربوها ويلعجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسوش على الضغط على الزر احمر ابونيه للاشتراك في القناة ولايك للفيديو ويلعجبكم ترجمة نانسي قنقر